أشكر دورة سيد محمد شايع السوداني على كلمته أمام أصحاب الجلالة وفخامة وسمو وثائق التالية بعد التوافق عليها مشروع إعلان الرياض ووثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بعد جمهورية الصين الشعبية والدول العربية ووثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية التي تم التوافق عليها من جميع الدول والآن أدعو فخامة الرئيش يجيب هينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لإلقاء كلمته الختامية شكرا للمحة رمون الأصدقاء قبل قليل أشهد زمالاء أشهد عالية شكرا للمشاهدة 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 ومواجهة الأزمة في مجالات الغذاء والطاقة وتغير المناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية للقاضية الساخنة والشائكة وتعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة وتدعو إلى التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات وتعزيز تعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة نعرب عن تحنياتنا بالإنجازات التي تحققت دول العربية منذ بداية القرن الجديد وخاصة على مدى السنوات الحشر الماضية شهدت العلاقات بين الصين ودول العربية تطوراً كبيراً حيث أقام الجانبين علاقات شراكة الاستراتيجية القائمة على تعاون شامل وتميال مشتركة لمستقبل أفضل كما أقامت الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات الشراكة الاستراتيجية مع 12 دولة عربية كل على حدة ووقعت على وثيق تعاون لبناء الحزم وطريق مع 20 دولة عربية وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي حققت العلاقات الصينية العربية طفرة تاريخية مما عاد بفوائد الملموسة على الشعبين وضخ مزيداً من عوامل الاستقرار للمنطقة والعالم قد تكللت القمة الصينية العربية بالنجاح التام حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العزر الجديد الأمر الذي يعد معلماً فارقاً في تاريخ العلاقات الصينية العربية يحرس الجانب الصيني على أخذ هذه القمة كمنطلقة جديدة للعمل سوياً على تكريس الروح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التدامن وتأزر والمساوات والمفعل المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة وبادل الجهود المشتركة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك ودفع آفاق واحدة للتعاون بيننا وفتح غداً أجمل للتقدم البشري شكراً لكم